السلام عليكم ازاي كما عامليني يا رب اكونوا كويسين اهلا بيكم في الحلقة التانية من رياضيزيا النهاردة بنكمل بقى موضوعنا وهو الديفرينشال اكويشنز هنتكلم النهاردة عن ازاي بقى نحاول نحلها تمام اول ميسوز اللي هنحل بيها قبل ما كامل اعذروني عن الصوت من ناحيتين اول حاجة التقنية ودي بحاول ازبطها زي ما انتو شايفين تاني حاجة دور البرد الشهير فهنعاني شوية معلش والفيديو دوت بس باذن الله باذن الله هيخلص قولنا بنتكلم عن محتاجين الميسوز اللي نعرف نحل بيها وعندنا ستة انواع اول نوع وهو تاني نوع وهو الهوموجينيوس تالت نوع وهو الهوموجينيوس رابع نوع وهو اللينيار خامس نوع وهو برنولي سادس نوع وهو الاجزاكت هنحاول باذن الله نغط كل جزء دوت اكيد مش في فيديو واحد هنقسمهم في فيديوين او تلاتة النهاردة هنتكلم على اول نوعين وهو السيبريشن والهوموجينيوس اللي اول مرة يشوفنا ياريت يبص على اللينك ليس تظهر كده او اللينك اللي ظهر من هنا دوت وهي الحلقة اللي فاتت عشان يعرف يعني ايه اصلا دفرينشال اكويشن عشان ما ينفعش اللي احنا نتكلم عن الموضوع كماثماتيكس بس مش هيكون لها اي معنى تمام يلا بينا على جزء الماثماتيكس اول نوع هو السيبريشن سعب بيتسمى السيبريبول فانكشن ايه الفكرة كلها السيبريشن طمع يعني فصل او انفصال عايز تفصل حاجة تمام ده اسهل واهم نوع طبعا الفرس اردت دفرينشال كوشن بيكون عندك دي واي باي دي اكس تمام يكون عندك هنا دلة في اكس وفي دلة في واي فانت ايه اللي هتعمله هنجيب الواي جنب دي واي ونجيب الاف وفي اكس جنب دي اكس تمام بالمنزر اللي احنا شايفينه ده يعني الدلة نفسها او الفنكشن بتاعتك اللي جوه بتقدر تعمل لها فصل بيبقى مسلا ترميات مضروبة او مقسومة وسعب بيكون مجموعة بتروح اعمل لها فكترايزيشن فتبقى ايه عندك توب راكتس وتحاول تزبط الدني عايزين نحاول نفكر حاجات هنا دلة في اكس مسلا تمام حاجات هنا فانكشن في ال اكس تكون جنب دي اكس وحاجات هنا كده فانكشن في الواي تكون جنب دي واي بعدين منحط علامة انتجريشن نحط علامة انتجريشن وبنحل المنظر دوت وفي كده بينكون حلينا الاكوشن بسألة بالمنظر دوت طبعا احنا عارفين انها شغلين سبريشن فدماغنا مركزة على الجزء اللي هو هتكون اكيد فيه فاصلي تمام لغبطة بتحصل بعد ما بتاخد كزا نوع بتحس ان الدنيا مش واصلة معاك بس بازن الله نحاول نغطي كل الجزئية ديت على مدور الفيديوز اللي جاي ايه اللي ممكن نعمله هنا الليدر بتاعنا هنا هو هنا دي واي عشان هو اللي على اللاين تمام يبقى هتروح كاتب كده دي واي دي اكس هتروح هناك هل دي عامل لي مشاكل لا دي جنب دي واي فالوي دي مكانها سليم يبقى دراح كاتب حضرتك الوي زي ما هي الاكس كيوب دي عامل لك طبعا مشاكل فعايز توديها هناك نعمل لها الاول مسلا واحد على الاكس كيوب بانتك يا خلصت من دي لها مكانها مسليم روحت ناحية الدي اكس السك سري واي تيجي لعلى جنب هنا لما اقول لك سك واي ايه هي واحد على كوزين الوي تمام السك اللي هي واحد على الكوزين والكوزيك اللي هي واحد على الصين فالسك ديت معناها واحد على الكوزين طب نضربها ونوديها هناك هتبقى كوزين بس يبقى السك ديت هتبقى كوزين سري واي زي ما والواحد بلاس اكس براكت ده لبعضهم هتفكه السيبو زي ما هو يبقى وان بلاس اكس طبعا الاول هنا مش عامل لها مشاكل الناس هتقول لي مثلا ما عندك هنا الواحد ليه جنب دي اكس يعرفنا هو مش فاهم مشاكل في الاكس مشاكل اي ده اللي كنستنت سواء موجودة في الدي واي قدام الدي واي او دي اكس ديت بتعمليش مشاكل تمام كده انت اعرفت الزبط المسألة بتاعتك تحط على متجريشن هنا تحط على متجريشن هنا وتحاول تكامل قبل ما تكامل فيه ممكن شكل يتزبط شوية اعمل عملية ديفيجن واحد على الاكس كيو بلاس اكس على الاكس كيو تمام تقفل ده كل ده دي اكس اختصار تانينا نزبطه ده هتيتعمل اكس باور نيجاتف سري بلاس اكس باور نيجاتف تو واقفل على كده بص في طريقة كده لذيذة جدا هي شبه بالزبط او هي بتعمل انا بسميها تعمل بتكتب هنا دي وتكتب هنا اي الدي دي تختصار اللي هو التفاضل دي اختصار والاي دي تختصار تمام هنا تفاضل هنا تكامل ايه اللي عندك هنا التفاضل بتاعه بيخلص او بتاعه بيخلص هي الواي يبقى تاخد للواي ناحية الدي والحتة اللي هتتبقى هي كوزين سري واي سبها زي ما ايه تعمل ايه في الواي اعمل لها انت بتاخد الحاجة اللي بتخلص اه الطريقة دي بالطبقة لما يكون عندك دلة يعني كل ما تعمل لها بيحصلها بتنتهي تمام يبقى يبقى واي بتاعها وان زيرو تروح اقافل كده انت خلاص عرفت تتحدد عدد الخانيات اللي جواه تابلوا كده كله تعمل هنا بقى الانتجريشن بتاعه هي انتجريشن كوزين سين يبقى سين سري واي وبتقسم على الانجلي سري واي بتاعها واحدة كمان انتجريشن سين سري واي نيجاتف كوزين سري واي وهتقسم على سري وفيه سري قبل كده هتبقى ناين هعمل كده سهم كده هعمل سهم كده هنا بلاس وهنا نيجاتف تمام يبقى الانسر بتاع التكامل دوت على طول هتقول دي في دي ناقص دي في دي يبقى طولت زي ما هو سين سري واي يسيبها زي ما هي نيجاتف وفيه هتبقى بلاس واحد في كل الكلام دوت يبقى كوزين سري واي على التسعة بيساوي دي سهلة بقى العلامة الانتجريشن ديت دي لينير اوبريتور لينير اوبريتور بيعني بيخش على الجمعة وبيطلع على الكنسطن برا تكتب الاكس زي ما هي هتزود واحد عالباور سري هتزود لها واحد بتقسمع الانجلياتف تو ادل الاكس او الانجلياتف هتزود واحدة به negative one وهتقسم على negative one ماشي هتزود كونسطنتينا وليكن اسمه c one او c سوى سبقى زي ماية متعملش فيها اي حاجة تانى ترى ما مطلبش منك كده انت كده انت عارف تتحل differential equation برضو بنتكلم على separation لسه في separation المظام بالتوم طبع انت عارف ان اي باور اكس negative y ممكن تتعمل كده اي باور اكس في اي باور negative one مش انت ممكن تروح تدرب دي اكس هنا وتدرب اي باور y هنا تلاقي الدنيا تزبطت الdy دي ما كانها هي هنا البكبوس هنا مش هتتحرك من مكانها dx هي اللي هتروح هناك تمام وهي دي علامة الاي باور اكس هتبقى جنب dx مش عاملها لك مشاكل الاي باور وي مكانها هنا مش هيبقى سليم اضرابها هناك هتبقى اي باور واي تاخد علامة integration علامة integration الانتجريشن بتاع اي باور واي بتروح كاتب اي باور واي بتعمل على اي باور اي باور اي باور اكس هتكتب اي باور اكس زي ما هي هتقسم على اي باور اكس برضو ما فيش اي مشاكل وتزود ثابت اي حاجة زي ما انت عايز تمام اعملها بلاس يعني خطوة زيها ده ما عندك لو اخدت لن هيبقى لن اي باور واي اكوال لن كل المنظر ده اي باور اكس بلاس السي لن اي باور واي يقولي الواي على طول خواص اللن اللن بتضيع الاي تمام بتعني على الجنب كده لن اي باور اي حاجة يديك لاي حاجة دي تمام واي باور لن لاي حاجة يديك لاي حاجة دي اي باور لن كانهم بيشولوا بعض و لن اي كانهم بيشولوها اوكي يوبقى واي لن اي باور اكس بلاس السي كده ده النوع بتاع السيبريشن هنخش في الهوموجينيوس مزودناش في الهوموجينيوس عشان المفاجأة ان الهوموجينيوس بترجعلك السيبريشن تاني نكمل يا جماعة النوع تاني من الحلول اللي بنقدر نحلي بقى وهو الهوموجينيوس تمام؟ في الهوموجينيوس بتلاقي منظر الايوكيشن بالشكل دهو دي واي باي دي اكس بتساوي اي فانشن هنا بتكون دالة في واي اوفر اكس يعني تلاقي منظر واي اوفر اكس اما متكونلك و ده مش بيحصل كتير اما انت بتحاول توصل له بعد ما بتوصل لمنظر دوت او بتلاقي ما هموجودة عندك في الافزامبل يبقى تشيل واي اوفر اكس و بتروح حيطها بيو او فيه تمام؟ ترامو واي اوفر اكس اكوال يو يبقى تقدر تقول لي واي اكوال يو في الاكس يبقى دي وي باي دي اكس اللي في المسألة دي هتشيلها وتعمل اي بقى دي حاصل ضرب بدلتين سبت اليو مش طاقة ال اكس بوع من بلس سبت ال اكس مش طاقة اليو بي يو باي دي اكس يبقى هتشيل لي دي وي باي دي اكس في المسألة وهتشيل لي كل وي وي اوفر اكس في المسألة وتروح هتكلي بي طب انا اعرف المسألة ازاي هم جنيس وده سؤال مهم جدا تعرف المسألة هم جنيس لو هي جايلك في الصورة دي صورة باست ومقام او صورة صايد وصايد تمام بتلاقي الحاجة اللي هنا دي هتدلة في اكس وواي والحاجة اللي تحت دي دلة في اكس وواي على طول هتلاقي ان درجة الباست هي هي نفس درجة المقام في تست كده عارف انت التست تدلل هم جنيس بيقول لك اف اوف لامضا اكس اف اوف لامضا واي يساوي لامضا باور الان اف اوف اكس وواي الان دوت هو الوردر اوزة فانكشن حاجة عالسريعة كده لو انا كاتب لك كده اف اوف اكس وواي بتاعتك باكس سكوير واي بلاس اكس كيوب دي من الدرجة الكام دي من الدرجة التالتة هدي الاكس سكوير من الدرجة التانية والاي من الدرجة الاولى الاكس سكوير من الدرجة التالتة هيبقى كلها كده من الدرجة التالتة تمام طب انا عايزة هتأكد دي من الدرجة التالتة بص هتعمل ايه اف اوف لامضا اكس لامضا واي يساوي الاكس سكوير شلها وحط مكانة لامضا اكس هتبقى لامضا سكوير اكس سكوير والواي لامضا واي بلاس الـ X cube ستبقى lambda Q Y sorry lambda Q X cube تمام خد هنا lambda square lambda يبقى lambda Q common factor ديك X square X square Y plus X cube يساوي lambda cube زي ما هي المنظر ده مش هو منظر F of X Y هذه F of X Y تمام طلع لك هنا اللامضة الواحدة عارفت تفصيلها بتاخد الرقم F of lambda دوت بيتقال عليه order بتعدل تلاقيه في منظر بتاع Y over X في الباور تمام في الباور بتاعك تلاقي منظر E power Y E power Y over X تلاقي منظر Y over X متكون في الباور او متكون لك في الانجل وليكن مسألة ساين او كوزين كتب لك Y over X أو Y square over X square تمام دي كده المسألة بتقول لك انها هوموجينية switch ما فيهش كلام يعني تمام دي بتكون من اسهل الحاجات اللي توضح لك ان المسألة هوموجينية ناخد اكزامبل 1 2XY plus 3Y square over X square plus 2XY تمام المسألة دي اكيد انا عارف لها هوموجينيس عشان انا شغال في الجزء تاني هوموجينيس طب عايز اعرف افكر فيها زي اعزي حاول اوصل لمنظر Y over X قسم كده فوق على اكس سكوير وقسم تحت على اكس سكوير كني ما عملتش حاجة فهيديني المنظر ده ان دي واي باي دي اكس بتساوي 2XY لما تجي تقسمها على ال اكس سكوير ما لكش دعوة بال 2XY على اكس سكوير يبقى Y over X plus 3Y square على ال اكس سكوير هتشل لي كل ما انظر Y over X وتحط مكانه U او اي حاجة انت اول حرف من اسمك عايز تحط اول حرف من اسمك حط اي حاجة تمام يبقى دي واي باي دي اكس كنا بنشلها ونحط ثم تودين ناحية تامة تامة من حاصل ضرب دلتين U plus X DU by DX تخط لي المربعين دولة كده وتحطوهم في الاكوشن دي ايه اللي عايز ازبطه هنا انا U ديت عايزة اخلاص منها وهدي هنجد اول تفكير تمام برضو في حاجات لسه عايزة تتزبط مش ممكن اوحد مقام ون بلاس تو يو اي كتب تو يو بلاس ري يو سكوير دي كانها يو اوفر ون ده في ده نزل نقص يو في وان بلاس تو يو نيجاتف يو في وان بلاس تو يو هتبقى ايه نيجاتف يو في وان بنيجاتف يو نيجاتف يو في تو يو يبقى نيجاتف تو يو سكوير تمام هنا ممكن برضو تطلع بشكل زي شوية وهي تمام يبقى لانا وصلت له لحد دلوقتي خلي دي كده قدامنا اخر حاجة هنستعملها يبقى لانا وصلت له يو بلاس تو سكوير اوفر وان بلاس تو يو هتلاقي المسألة رجعت لايه رجعت للسيبريشن عشان كده الهوموجينيس بيغطع الجزء بتاع السيبريشن هتكتب دي يو زي ما هي ودوت كله فانكشن في اليو عايز تجيبه جنب دي يو فهيتقلب يبقى ودي اكس هتوديها هناك ده كده ما فيش حاجة خالص الاكس عايز توديها هناك هتبقى وان اوفر الاكس تحط على متى انتجريشن تعالوا نفكر نعم الانتجريشن لديه ازاي ريز بكتو تو يو هتبص عن مقام هلا هو التفاضل بتاعه فوق ولا يو بلاس تو يو يبقى لان المقام على طول خاصية ديه ما بتلاقي حاجة لما بتلاقي مثلا يو داش اوفر يو عايز تكامل امان زده بالنسبة اليو يبقى لان اليو على طول ايا كان تمام يبقى لان يو بلاس يو سكوير بيساوي طبعا وان اوفر اكس الانتجريشن بتاع اكس بتاع فوق بان يبقى لان المقام على طول يبقى لان الاكس ممكن تزود ثابت انا هسمي لان حاجة عشان هستعمل خواص لان ولا يكون لان سي وان ثمان يبقى انت عندك كده ان لان يو بلاس يو سكوير خواص لان لان بلاس لان ممكن تتعمل لان اكس سي وان زي ما هي يبقى اي باور لان هيروحوا يبقى يو بلاس يو سكوير اكوال اكس السي وان تروح مرجع بقى اليو بواي اوفر اكس لازم ترجع واي اوفر الاكس بلاس واي سكوير اوفر اكس سكوير يساوي اكس السي وان كده انت خلصت المسألة لو كنت وقفت المسألة لحدانك هتبقى تبقى غلط عشان هو عطيك المسألة اكس وواي وحضرتك مرجع هالو يو اكس او اكس ويو تاني اجزامبل معانا اكس دي واي بايد اكس بتساوي واي بلاس اكس اي باور واي اوفر اكس طبعا لو جيت اسمت على الاكس هنا هتلاقي المنزلة دا تكون يبقى دي واي باي دي اكس بتساوي واي اوفر اكس كده انت شغل في السليم الاكس ما الاكس راحب اي باور واي اوفر اكس تمام اول ستيب معانا بتشيل واي اوفر الاكس وتكتب يو وبعد كده هتشيل دي واي باي دي اكس وتكتب ايه بقى اللي حاصل ضرب دلتين هتلاقيها طلعت لك يو بلاس اكس دي يو باي دي اكس بيش حاجة بتحفظها تمام يا ستيبس كده معينة من كتر الحالة لنفسك هافتها تاخد دي اتعوض بها هنا يبقى ايه اللي ممكن تعمله هنا تاني اليو اليو هتتكنسل مع اليو ما تودي اليو ناحية تانية روح فهيتبقى لك اكس دي يو باي دي اكس بتساوي اي باور يو مسألة رجاءت معاك بتاعت النوع الاول هي تعمل ايه حضرتك هنا اليو دي يو هي اللي بتتحكم دي يو زي ما هي اي باور يو دوت مش مكانها عايز تجيبها هنا تبقى اي باور نيجاتي فيو دي اكس هتوديها هناك تدرا فيها تبقى هي هي دي اكس الاكس دي مش مكانها تبقى واحدة على اكس حط عنامة انتجريشن حط عنامة انتجريشن اي باور نيجاتي فيو بتروح كاتب هي هي اي باور نيجاتي فيو تمام على الدريفتب بتاع الباور نيجاتي فيو لما تيجي تعملها دريفتب ريسبك تو يو هتديك نيجاتي فيو تقسم كده على نيجاتي فيو سامت عليه هي هو لما تحط ايه على الاين اكوال وان اوفر اكس دي اكس الانتجريشن بتعمل وان اوفر اكس دي اكس بلين ال اكس هل انت كده خلص لأ زود ثابت وليا فيو اسمه لين سي تمام ثابت انت بتتحكم في انا استعمل انا كتبتو بلين سي عشان استعمل بروبرتز بتاعت اللين تمام طبعا رجع بقى اليو لازم ترجع وي اوفر اكس يبقى نيجاتي فيو باور نيجاتي فيو وي اوفر الاكس بتساوي لين اكس سي كده انت خلصت المسألة ان شاء الله المرة جاي نخش عن النوموجينيس ونكمل بها الانواع نيجا يا جماعة الاخر فاكرة معانا وهي فاكرة الكوت الكوت بتاعت النهاردة بتقول just because it's never been done doesn't mean it can't be done تمام للكاتب الكندي ربا نشار ما ايه اللي بتقولكو الدوت الامر او الموضوع اللي انت لسه ما خلصتهوش او لسه ما انجزتهوش تمام ده مش معناه انك مش قادر تخلصه ياما حاجات كتيرة سواء مهمات طلبت منك سواء حاجة انت نفسك تعملها ما عملتاش عد عليها الوقت وخلاص تركت دي وانت فعلا كنت قادر تعملها بس ما كانتش من دمن البروردس بتاعتك كسلت خفت وانت قادر تعمل حاجة اجمد ملكاب كتير نبدأ في الحاجة اللي انت بتحبها تخافش ماتش تركز في حياتك اساسا نتقبل ان شاء الله الله اسبوع الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته